السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وصفات للجمال مع الهام وصفة اليوم ان شاء الله ستكون واحد الوصفة هادية مني لكم الغزالة ديالي لعلاج الشيء بمهما كان الحدة دياله ان شاء الله هادية مني لكم حتى المهمة ديالكم يعني الوليدة ديالك لك تعاني من شيء بشكل كبير وقهرها ومخلات ما استخدمت من الوصفات الطبيعية وحتى من الزيوت والصبغات وبزف ديال الامور اللي كيحرشوكي يخليوا الشعر متقصفوكي تساقطو في فراغات وفي عدة مشاكل فغدتها الليل يليها بهاد لاغوسات هادية هي بدون حنة تحت طلب العديد من الاخواز وغدتكون بزيت الطبخ او زيت الاكل فوصفة لعلاج الشيء بزيت الطبخ او زيت الاكل لترطيب الشعر وعلاج الشيء باكيد كاهم حاجة كنقطة مهمة وكنقطة اساسية وايضا كتساعد حتى على الترطيب وعلاج تساقط لانها فيها اعشاب ولا اروع فانتم نتبع معي الفيديو منذ بدايته الى نهايته باش تستفدي منه ولكن قبل عملي واحد اللايك ضروري غزالة ديالي تعملي اللايك لهاد الفيديو باش حتى هو يزيد شوفو ناس واحد اخرين ويستفدو منو فعملي واحد اللايك كبير بزاف واشتركي في القناة مرحبا بيك فعلي زيل الجرس خليلي تعليقاتك خليلي اقتراحاتك استفساراتك لأسئلة ديالك وكل ما كيتعلق بيك خليلي فلي كومنتر اي وصفة طبيعية لبنات تبغيوني نشاركها معكم في القناة انتم ما ديجا جربتوها فخليوها اللي نفتعليق اولا فلي كومنتر بلي ديطاي يعني هاي الوصفة اللي جربت وها يعني اللي ديطاي ديالك كاملة باش حتى انا ان شاء الله نجربها وناخد لها واحد الوقية يعني واحد الاسبوع واسبوعين من بعد نجي نبغ ترجع ماكو في القناة باش ان شاء الله تعمل فائدة لجميع الناس وجميع السيدات وجميع نغزالات ديالي فانتم ما ما تنسوني شبل بيك لايك كما قلنا شراك في القناة تفعلكم نزيل الجرس مرحبا بيكم وبسم الله على بركة الله مشو باش نتعرفوا على مكونات الوصفة والطريقة ديالتحضار ديالها والطريقة ديالا استخدام الاستعمال ديال اشتغر shadow يجب الترطيب للترطيب 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 للشعر وكذلك يزعر محيك بطريب Wade şey التي يتحرك بدون مكننون ممكن احنا ناخده زيت بـ 25 درهم مغربية وفي غير كونت يطيق لي له وبالتالي ما كيرطب ما كيعمل حتيش حاجة هات الزيت رتنظر لكم عليها عن تجربة شخصية ما تنظرش لكم عن فراغ ولا عن تجربة شخص اخر وانما عن تجربة زيانة الشخصية والناس كلهم اكيد عارفين زيت واللون انه مفيد مفيد بزاف للعناياء بالشعر ويرطبوه من الاعمق المكونات الثانوية من غير زيت الطبخ اضرنا عليه وعطينا حقه ستحتاجي معي ان شاء الله القهوة سريعة الدوابان انا اخديت هاد الماركة ولا هاد نوعية دي الاسطة انتي اخدي اي ماركة بغيتي ولا اي ماركة حبيتي بالنسبة المكون الاخر اللي غادي تحتاجوا معي ان شاء الله هو الحبة السوداء بودر يعني حبة السوداء مطحونة انا غا نحاول نوريكم هاد الوصفة صارحة حتى للريجا لانو بزاف النساء يقولوا لي بغينا شي وصفة يستخدمها الزوج او راجلي فاكيد هاد الوصفة ممكن استخدمها الزوج ديالك الاب الاخ فهي يعني مشي غلل النساء ما تقتصرش غلل النساء واننا مل جينسين معا فقلنا الحبة السوداء مطحونة قلنا القهوة سريعة الدوابان قلنا الملح وبيبات غا نحتاجه ان شاء الله كمية الملح وبيبات يعني ملح طعام مشي ملح البحر الميت هتحتاجين معايا ان شاء الله القرونفل هنا عندي القرونفل بودر هان تمق هالقرونفل او الميسمار غا نوريه ليكم بعدها هتحتاجين معايا كمية منه ان شاء الله و هتحتاجين معايا واحد معايا قدر الزعتر خصوصا لكتعاني من تساقط تساقط لان فراغات اعتركة ملتحونة ومعلقة طين الخضر طين الخضر باكتك ليكون القوام هذا المياه في المياه سائل سوف نعقدها اما بالطين الخضر أو الطين الحمر احسن الطيل الخضر او الطيل البيض طريقة الاستخدام المكون اللي بنات السائل الوحيد هو زيت الطبخ اي زيت الطبخ هناك عدة مهركات فالمهم اي مركة عندك استخدام مياه زيت الطبخ او لكاس على حسب الكمية عينك وميزانك لا تجعل الوصفة المياه في المياه جارية اجعلها عاقضة لتوزعها تبقى عاقضة تحتاجها بعيد الاعتبار بسم الله نأخذ هنا واحدة ازلافة نضيفها معالقة القرنفل معالقة الزعتر معالقة طيل الخضر معالقة بابونج متحون الوصفة لبناء تبقى تفرجوا تقوموا بعمل الوصفات وراء مكينش نتيجة وغير هاد رخاوية هاد مسائل البناء ترى مكينش منهم بخصوص هاد الوصفة جربها على ضمانتي انتي هاش خسرتي جربها ورجعي الفيديو تقوموا بعمل تعاليق مفتوحة للجميع يعني اي واحد ممكن يكسب اي حاجة بغها فانا اكيد في انتظر تعليقاتكم الرائعة والجميلة وكما كنتش مجربها وكما كنتش مجربها صرحت الله كتعالج الشي بمهما كانت الحدة يعني حتى وإن كان عمرك الخمسين والسستين هدية مني لكم الأمهات فحاولوا توجدوها وتصوبوها وكولي الوالدة ديالك اريل يدك الرأس نعمليك واحد الخلطة غزالة بزاف طبيعية وغير بزيت الطبخ وغير بأشيء طبيعية ورخيصة يعني ما غدا تكلفكش مجهود او لا فلوس او لا بالعكس بسيطة وغير بزيت الطبخ يعني زيت الماكلة لكتعمليه ماشي شي زيت ديال 200 درهم ولا 300 درهم لا غلا على مسكي الليبنات فأنتمنى تجربوها ما تخليوها شغير عندكم بغتاجيوها مع الناس اللي كيعانوا من الشيب بغتاجيوها وعملوا اللايك ضروري اللايك باش تزيدوا تشجعوني على المزيد من الأشياء الإيجابية ان شاء الله في القناة ومرحبا بكم يوميا راكل جديد غناخد هنا تقريبا ثلاثة المعرقة الزيت ديال الطبخ هنستخدم تويلور كيم ما لاحطوه وغاد ينخلط كتخلطوه كتخلطوه مزيين 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 هنتوما بعد ما خلط الوصفة راها عقادت ولكن هاد القوام ما بغيناش هاد قوام عاقد ما ما غيفيدناش في الوصفة انا غا نوريكم القوام اللي صالح واللي غادي ينجح مع الجميع ان شاء الله هاد الزيت ديال ويلورة ما فيش ريح نهائيا ريح تزيطرون زوين 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 بزيف كما قديكم المحلات التجارية الكبرى لانه ماشي كل البقالة عندهم يعني ببعض البقالة اغلبية البقالة ما عندهمش اخذها كما قلنا من المحلات تجارية الكبرى او الصغر وهي الوصفة جهزة انا غنزيد هنا يا غير وحديك الكمية المزيين عندي ديال الطيل الخضر كمية القرنفل خلطوا 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 مزيان خلطوا لي الوصفة اخذي الواردة وطبقها لي ورضع لي واتنسونيش البناز من دوك الدعوات ديالكم واللايكات وتبقى تجيو هاد الفيديو مع جميع الناس اللي كتعرفوهم كيعانوا منشي ما تخليوش الوصفة غير عندكم فبليز بقى تجيوها على الجميع فهدي هاده هو القوام ديالوصفة يعني خصو يكون بهاد الشكل هذا عاقد ولكن مش عاقد تمكور عاقد بهاد طريقة هاده كما قلت لكم كتاخذي الشعر ديالك ولدي الوالدة ديالك وكتبدي تطبقها وتوزعها بالتساوي على جميع البلايس اللي فيهم الشيب حتى الاطراف كتعملي البلاستيك الغذائي او النايلون الى ما عندكش معلك الا بوحد الميكا ولا بلاستيك عندك ديال اللاحم وديال الجاج وديال بزاف الحويجات خذيها قسمي على جوج ولففي بها الشعر ديالك خليه واحد ساعة وقارب الرغس لي الشعر ديالك بالشامبو المعتاد وشوفي لي النتيجة من بعد ما تمر ساعة كالسحر والله العديم الى وصفة سحرية بكل المقاييس اتشكريني عليها ولكن كما قلت لكم ما تنسينيش غير باللايكات وبالدعوات ديالك في تعالي قدوك الدعوات راك يزيد يفرحوني ما تصوروا شي قداش وتعليقات مفسوحة مفسوحة الجميع دائما وابدا كنخلي الحمد لله التعليقات مفسوحة ماشي كان غلقهم اولا شي حاجة بالعكس كنرحب بكل استفسارات فهجموا هجموا دابة على التعاليق اخليوا لي اي حاجة مرحبا بكم وما تنسونيش كما قلت لكم من اللايكات بغتاجوا هاد القناة مع صديقاتكم وحبيباتكم لانها تستحق المشاركة لانها يوميا تنجيب لكم جديد يوميا تنبحث وتنقلب وتناخد من وقتي ومن وقت كما تنقولوا احنا يا وقتنا الشخصي وتنجيبوا كل ما هو جديد فالمهم عندنا هو الوصفة اللي نشاركوهم معكم تجربوهم ومن بعد تعطونا الاراء ديالكم في التعاليق ومرحبا بكم كاملين وكملات والوصفة صلحة حتى للرجال لانها بيدون حنة فصلحة لأب والعم والأخ ديالك وشكرا لكم وما تنسونيش من اللايكات ونشوفكم في فيديو خديم ان شاء الله بسلامه